جغرافية مصر الاقتصادية احنا المرة اللي فاتت تتكلمنا على عوامل قيام الزراعة وتتكلمنا عليها بالتفصيل فان شاء الله النهاردة هنتكلم على المحاصيل الزراعية اللي مصر بتهتم بزراعتها اولا هنقول ان المحاصيل بتنقسم الى سلاس رتب يعني لها درجات اول رتبة منها اول نوع من المحاصيل اللي هي المحاصيل الكبيرة المحصول الواحد منها بيشغل خمس مساحة الاراضي الزراعية خلاص وهم خمس انواع للمحاصيل هنشوف كده مع بعض هنلاقي البرسيم والذرة بنوعيها والارز وعندنا القمح والقطن لو عديناهم هنلاقيهم خمس محاصيل كل محصول منهم بيشغل خمس مساحة الاراضي الزراعية خلاص القطن لما نجي ندرسه بالتفصيل دلوقتي هنلاقي ان مساحته في السنوات الاخيرة انخفضت لان تكلفة انتاجه وزراعته عالية جدا لو جينا نقارنها بالعائد منه هنلاقيها ان هي اعلى من العائد فعشان كده بدأوا يخفضوا المساحات المزروعة قطن عندنا النوع التاني او المرتبة الثانية المحاصيل الصغيرة زي القصب والفول والموالح والعنب خلاص المحصول الواحد بيشغل منها نسبة من واحد لسبعة في المية من مساحة الاراضي الزراعية خلاص في عندنا رقم تلاتة المحاصيل التجارية وديت بتكون اقل من واحد في المية من مساحة الاراضي الزراعية زي الحلبة والسمسم والترمس والفول السوداني لما نجي نتكلم على المحاصيل بالتفصيل أول حاجة هنتكلم عليها البرسيم البرسيم بيعتبر قعدة الهرم بين المحاصيل الزراعية يعني هو الأساس بالنسبة للمحاصيل كلها لأنه هو محصول زو فائدة مزدوجة زي ما جينا ندرس خصائص التربة قبل كده وإحنا بنتكلم على عوامل قيام الزراعة قلنا أن التربة المصرية فقيرة في عنصر الأزوت وحنلاقي أن البرسيم بيعوضها بالأزوت فدايما بنبقى حارسين على زراعة البرسيم وبنقول عليه زو فائدة مزدوجة لأنه هيفيد حكتين هيخصب لنا الأراضي الزراعية ويعوضها ما ينقصها من عنصر الأزوت لأن هي التربة المصرية فقيرة في عنصر الأزوت مزدوجة يعني فايدتين الفائدة الثانية أنه هو بيوفر المراعي الخضراء للسروة الحيوانية لأن مصر فقيرة في المراعي الطبيعية وطبعا ده لقلة الأمطار كلنا عارفين أن المراعي الطبيعية هي النباتات التي تنمو طبيعيا دون تدخل الإنسان وده بيعتبر مرعة بالنسبة للحيوانات خلاص إحنا بنفتقر هذا النوع من المراعي وبالتالي بنعتمد على البرسيم في توفير الأعلاف بالنسبة للسروة الحيوانية خلاص حنبص نلاقي كمان أن يعني مرتبطة السروة الحيوانية في توزيعها الجغرافي زي ما حنتكلم دلوقتي مع توزيع البرسيم طيب لو جينا نتكلم برضو على أن البرسيم بيوفر العلف الأخضر للسروة الحيوانية طبعا لأن أنا قلت أن مصر تخلو من المراعي الطبيعية لقلة الأمطار فبيوفر 65% من القيمة الغذائية لأعلاف السروة الحيوانية يعني بنعتمد على تغذية الحيوانات من البرسيم بنسبة 65% خلاص وبرضو بيساهم بنحو 17% من الدخل الزراعي لأنه هو بيخدم السروة الحيوانية وطبعا بيخصب لنا الأراضي الزراعي خلاص يأتي في المقام الثاني بعد القطن مباشرة في هذا الخصوص إنه بيوفر لنا 17% من الدخل الزراعي بعد كده كمان بيقول إنه هو مهم جدا من حيث المساحة التي يشغلها بين المحاصيل المصرية بيقولوا عليه بيأتي في المقام الثاني بعد القطن وكمان بنقول إنه هو بالتحديد في المرتبة الثانية بعد الزراع بنوعيها خلاص زراعة البرسيم أو مساحات المزروعة برسيم بتتميز بالثبات وعدم التزبذب في المساحة يعني مساحته سبتة 16% من مساحة الأراضي الزراعية البرسيم محصول شتوي وينقسم إلى نوعين البرسيم القديم والبرسيم الحجازي البرسيم الحجازي ده بيشغل مساحة صغيرة جدا وزراعته موجودة في مناطق الاستصلاح اللي هي المناطق المستصلاحة حديثا زي منطقة الصالحية وواحد سيوة بيقعد في الأرض لمدة خمس سنوات أما البرسيم القديم فهو موسمي يعني قاصر على فصل الشتاء بس يعني ليه موسم معين وبينقسم إلى نوعين برسيم تحريش وبرسيم مسقاوي برسيم التحريش ده بينتهي مبكرا في الأرض يعني ما بيعودش فترة طويلة تقريبا في شهر مارس ويزرعه بعضية على طول القطن ليه؟ القطن من المحاصيل المجهدة للتربة فقبل ما بنزرعه بنزرع البرسيم علشان يوفر عنصر الأزوت ويخصة بالتربة كويس وبالتالي نزرع بعضيها القطن على أساس أن يلاقي كل اللي هيحتاجه خلاص؟ أهو لا يزرع القطن في الأرض الزراعية إلا بعد زراعتها برسيم تحريش لأنه يعمل على تخصيبها فحنلاقي أن مساحة الأرض المزروعة قطن نفس مساحة برسيم التحريش لأنه يخلص زراعة برسيم التحريش اللي هو بينتهي في شهر مارس وما بيعودش في الأرض فترة طويلة وعلى طول وراء منه بنزرع محصول القطن بالنسبة لهذا النوع من البرسيم بيشغل نحو تلت مساحة البرسيم التقليدي أما المسقاوي فيشغل ثلثي مساحة البرسيم يعني البرسيم تحريش بيشغل التلت أما المسقاوي بيشغل تلتين مساحة البرسيم في مصر البرسيم المسقاوي بيستمر في الأرض من شهر 9 لشهر 6 وبيقولوا عليه أنه هو برسيم التربية يعني إيه برسيم التربية؟ يعني بناخد منه التقاوي أو الحبوب ونزرع منها للموسم اللي بعده يعني كأنه يفضل مستمر التقاوي والبزور بتاعته بناخدها ونزرع بيها المحصول اللي بعده على طول زراعة البرسيم بتقل في المساحة كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب لأننا عندي الشمال للواجه البحري كله كله أراضي زراعية وبنحاول أن إحنا ما نقللش من مساحة الأراضي الزراعية بالعكس إحنا بنحاول نعوضها بما ينقصها طبعا لأن كل ده لازم نزرع فيها البرسيم علشان نخصها بالطربة ونعوضها بعنصر الأزوت اللي هي فقيرة فيه خلاص تتركز الأراضي الزراعية كلها في الوجه البحري خاصة في جنوب ووسط الدلتة وطبعا بتقل بقى مساحته وبالتالي بتقل معاة الصروة الحيوانية اللي هي بتتغذى على البرسيم وهو العنصر الأساسي بالنسبة لها فالتنين مع بعض في اتجاه واحد بتقل مساحتهم وبتقل كمية أو أعداد الصروة الحيوانية كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب يعني الاتنين مع بعض فيه اتراض مستمر اللي وجه البحري كله بيضم حوالي 70% من مساحة البرسيم أما الوجه القبلي فيضم 30% ده دليل على أن مساحة البرسيم بتتناقص كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب خلاص زي ما قلنا دلوقتي أن نمط توزيع السروة الحيوانية جغرافيا مرتبط بتوزيع البرسيم اللي هو من الشمال إلى الجنوب طيب ترجع زيادة البرسيم في الشمال برضو نفس كلامة اللي احنا لسه قيلينه لأنه هو مهم جدا لتخصيب التربة وبناءها وتقل زراعاته في مصر العليا ليه بتقل زراعة البرسيم في مصر العليا لسيادة زراعة القصب هناك هو القصب بالنسبة له محصول نقدي فمهم جدا وبيحبوا أن هم يزرعوا أكتر خاصة في محافظة قنى وأسوان وسهاج والقصب أصلا بيستمر في الأرض أكتر من أربع سنوات فبالتالي ما فيش مجال أن احنا نزرع البرسيم طبعا القصب بيزرع هناك برضو لأن ارتفاع درجة الحرارة والمناخ مناسب لزراعات القصب مجموعة الحبوب الإنسان بصفة عامة بيعتمد في الغذاء الأساسي بتاعه على مجموعة من الحبوب زي القمح والشعير والذرة وممكن نضم كمان البطاطا والبطاطس على الأساس أنها تبقى من المجموعة النشويات اللي بيعتمد عليها الإنسان في غذاءه لما نجي نتكلم بقى على الحبوب هنتكلم على أهم حاجة فيهم وهو القمح وبنقول أن مصر من أقدم بلاد العالم وإن لم تكن الأولى يعني هي الأولى في زراعة القمح على مستوى العالم وطبعا القمح زي ما إحنا للسائلين هو من المحاصيل الخمسة الكبار يعني هو من ردبة المحاصيل الكبيرة يعني يشغل خمس مساحة الأراضي الزراعية القمح ده محصول شتوي لأنه بيحتاج إلى مناخ معتدل وعندنا هنلاقي أن القمح بيعتمد على الري في الزراعة بصفة عامة إحنا اعتمدنا في الزراعة على موارد الري اللي هي متوفرة من نهر النيل عن طريق القناطر والترع وطبعا إحنا درسنا الجزئية دي بالتفصيل لأن مصر طبعا أمطارها قليلة ولا تكفي لقيام الزراعة البعلية التربة المصرية برضو مناسبة لزراعة القمح لكن برضو مع الاعتماد على الأسميدة الفوسفاتية انتاجية الفدان أو غلة الفدان من القمح بدأت تزيد في الفترة الأخيرة لأن احنا دخلنا أصناف تنتج غلة مرتفعة أو انتاجيتها عالية هنيجي نلاقي عندنا القمح زي ما هنشوف في الخريطة اللي قدامنا ديت إن القمح هنلاقي بيقل في الهوامش الصحراوية على أطراف الصحراء الشرقية والصحراء الغربية لأن القمح هنلاقي إن الأطراف الصحراوية دي كلها درجة حرارتها عالية خلاص هنلاقي برضو القمح هو القمح عبارة عن إيه لو أنا بسيت في مفتاح الخريطة كده هنلاقي عبارة عن دوائر سودة خلاص كل الدوائر السودة دي هلاقي هنا عندي قليل جدا في الشمال لأن الطربة مالحة يبقى تقل زراعته في الأطراف الصحراوية لارتفاع درجة الحرارة عن الحد المناسب وتقل زراعته في أقصى الشمال لارتفاع نسبة الأملاح أهو أدي الجزء الشمالي هلاقي نقاط قليلة قوي لأن طبعا كده الأرض الشمالية أو شمال الدلتة دي كلها ارتفاع نسبة الأملاح هلاقي في الأطراف الصحراوية هنا عند الصحراء الشرقية والصحراء الغربية نسبة قليلة جدا خلاص طب أنا عرفت منين إن الدوائر السودة دي كلها هي محصول القمح أهو عندي في مفتاح الخريطة بيقول لي توزيع القمح أهو النقطة دي عبارة عن عشر تلاف فدل لاز يبقى تاني يبقى تقل زراعته في الأطراف الشمالية للدلتة لارتفاع نسبة الأملاح وأطراف الصحراوية سواء عند الأطراف الشرقية والأطراف الغربية طبعا لارتفاع درجة الحرارة عن الحد المناسب هنا في مدينة القاهرة القاهرة الكبرى هنلاقي برضو قليل جدا لإنه بيفضلوا إنهم يزرعوا الخضر والفاكهة بيفضلوا يزرعوا الخضر والفاكهة وطبعا لإن الخضر والفاكهة العائد منها أكبر من عائد زراعة القمح ناس كده يبقى عرفنا الأمريكن اللي بيقل فيها زراعة القمح أسباب قلته في هذه الأمريكن طيب عايزيني تكلم على أسباب زيادة استهلاك القمح في مصر عندنا القمح يعني السكان بيستهلكوه بنسبة كبيرة وده بسبب عوامل كتيرة جدا أول عامل هو زيادة عدد السكان وطبعا ارتفاع مستوى المعيشة طبعا إحنا كلنا عارفين إن الأمح ده بيطحن وبيبقى عبارة عن دقيق الأمح فطبعا إحنا عندنا استهلاك عالي جدا وفيه ارتفاع مستوى المعيشة الناس كتيرة كلها طبعا في كل بيت بيعملوا الحلويات والحلويات الشرقية والحلويات الغربية كلها بتعتمد على دقيق الأمح يبقى زيادة عدد السكان يؤدي إلى زيادة استهلاك القمح مع ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة نسبة سكان الحضر نسبة سكان الحضر برضو عندهم إقبال كتير جدا على استهلاك القمح وطبعا إحنا بنقول طبعا فيه هجرة مستمرة من الريف إلى المدينة فدي بتزود نسبة سكان الحضر فبالتالي بتزود نسبة استهلاكهم لمحصول زي القمح طيب نجي نشوف العامل الثالث ارتفاع سعر الزرة في الريف المصري فبدأ سكان الريف يتجه إلى استهلاك القمح فمعنى الكلام ده هو كمان بالنسبة لارتفاع سعر الزرة هو أرخص فبالتالي زيادة الإقبال على استهلاك القمح هيسبب مشكلة فيه محصول القمح واستهلاكه مش هيبقى عندنا فائد للتصدير ومش قادرين كمان نكفي استهلاك السكان فبالتالي هنتجه إلى أن احنا نستورده بدل من صدره عدم زيادة المساحة المنزرعة قمح طبعا عارفين كلنا طبعا لضيق المساحة الأراضي الزراعية ولكن طبعا الاتجاه السائد حاليا بالنسبة للدولة أن هي تتوسع في زراعة القمح في اعتمادها على الأراضي المستصلحة حديثا خامس عامل يؤدي إلى زيادة استهلاك القمح فيه كميات كتيرة بتضيع منه بسبب سوق التخزين وتعرضها للرطوبة وفعل العوامل الجوية السيئة يعني شوية أمطار رياح تسبب الرطوبة تسبب فساد محصول القمح فيه كميات كتيرة منه بتتلف كمان تعرضها للقوارد نتيجة لسوق التخزين والطيور وبعض العوامل الجوية زي ما أنا كنت بقول ده كله ده يؤدي إلى ضياع كميات كبيرة برضو الدولة بتتجي إلى أن هي تنشئ صوامع علشان تحافظ على الأمح ولا تتهدر كمية كبيرة منه تاني محصول هنيجي نتكلم عليه وهو الزرة بنوعيها عندي نوعين الزرة الشامية أو البيضاء وهي الزرة الرفيعة هتكلم الأول على الزرة الشامية أو البيضاء أولا الزرة الشامية يطلق عليها هذا الاسم لأنها دخلت مصر عن طريق بلاد الشام فعشان كده بيقولوا عليها الزرة الشامية أو الزرة البيضاء شروط زراعتها الأول هي بتتزرع في الموسمين الصيفي والنيلي خلاص في الصيفي طبعا لأنها بتحتاج لدرجة حرارة عالية من شروط زراعتها زي ما حنشوف دلوقتي شروط زراعتها أنها بتحتاج إلى درجة حرارة عالية وعلشان كده هي محصول صيفي يعني بتتزرع في فصل الصيف جوا مشبعا بالرطوبة الرطوبة مهمة جدا لزراعة الزرة الشامية فبالتالي لازم قبل ما نشوف الخريطة نتأكد أنها هتتزرع في الشمال الريح حوالي من 7 ل 8 مرات لازم تكون التربة اللي بتتزرع فيها الزرة الشامية أو الزرة البيضاء في تربة غنية بالأزوت وطبعا لفقر تربة مصر في عنصر الأزوت احنا بنستعين بالأسمدة الأزوتية والأسمدة الطبيعية خلاص لو بصينا في الخريطة اللي معانا دي هنلاقي اني محصول الزرة الشامية اهو برضو هنا النقط السوداء يعني دي خريطة تانية غير خريطة الأمح اهو النقطة السوداء الوحدة عبارة عن 10 تلاف فدين فهبصة لاقي هنا اكتر حاجة في الوجه البحري لو بصينا مع بعض كده النقط كتير قوي في الوجه البحري هنا وخاصة في جنوب ووسطنا هنا بتقل الزرة الشامية كلما اتجاهنا الى الجنوب بصوا كده معاه في الخريطة اهي النقط بتبتجي تقل 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 لغاية ما تقريبا تكاد تختفي في اقصى الجنوب لي يا جماعة لان اهم عنصر ليها مع درجة الحرارة المرتفعة عندنا الرطوبة والرطوبة متوفرة في الشمال يبقى هيتزرع اكتر هنا خلاص يبقى ان الزرة الشامية تتركز زراعتها بالوجه البحري وتتناقص مساحتها كلما اتجاهنا جنوبا لعدم مناسبة المناخ وخاصة الايه الرطوبة طيب تقل زراعتها في الاطراف الشمالية بص يا جماعة اي محصول يسألنا عليه ويقول لي تقل زراعة محصول كذا في اطراف الدلتة الشمالية هقول له لارتفاع نسبة الاملاح او لملوحة التربة خلاص كده طيب الجزء الشمالي اللي هو الاطراف الشمالية من الدلتة هناخد بالنا دلوقتي وحنيجي ندرس محصول الارز هنلاقي ايه هنلاقي بنبعد عن كل المحاصيل مع عدل ارز يبقى في الزرة الشامية لا تزرع في شمال الدلتة او اطراف الدلتة الشمالية لان التربة مالحة او لتركز نسبة الملوحة او ارتفاع نسبة الملوحة واتجاه السكان هناك او الفلاحين هناك الى زراعة الارز ليه الارز اصلا محصول من شروط زراعته انه هو يكون غرقان مية خلاص فاحنا هنعمل ايه بقى هنغرق الارض هناك مية كأننا بنوصل لهدفين بوسيلة واحدة يعني زي ما يقولوا بالبلد كده ايه بنستضع صفرين بحجر واحد ده هما هيبقوا ثلاثة كمان دلوقتي ليه بقى لاني انا حقصل التربة انا لما حغرقها مية وهروي وصرف المية ازاي ده عن حكت النبات بعمل ايه بخصل التربة من الاملاح يبقى انا بزرع الارز بغرق له الارض مية علشان هو مش هينبط غير لما يكون غرقا مية وفي نفس الوقت في اسناء زراعة الارض بغراقه بكمية كبيرة من المياه انا بخصل التربة وبعيد بنائها لان انا بخلصها من الاملاح خلاص التجربة الحديثة كمان قالت ايه انه هما يزرعوا الاسماك في او يعملوا مزارع سمكية في مزارع الارض وفعلا الكلام ده موجود وبيصلح اقتصاديات الفلاح في تلك المناطق يبقى الثلاث حاجات بيعملوها علشان يتخلصوا من الاملاح بين هما بيغرقوا الارض مية يزرعوا فيها الارض والاسماك او المزارع السمكية طيب هنجي نلاقي بقى الفلاحين بقى زي ما احنا قلنا تحولوا الى زراعة الارض في هذه المناطق والزراع الشامية بتعد الغذاء الرئيسي بالنسبة للفلاح لكن دقيق الدرة بيعتبر اقل صلاحية من دقيق الامح لان نسبة البروتينات والدهنيات فيه بتكون اقل وده بيسبب امراض سوء التغذية زي البلاجرا بالنسبة للسكان هناك او هو المسؤول عن امراض سوء التغذية استهلاك الزرة احنا قلنا ارتفاع اسعارها في الريف فقدى ذلك الى تحولهم الى استهلاك الامح فطبعا ده حيسبب مشكلة بالنسبة للامح ويعقد مشكلة الامح هيزود لنا الاستهلاك وطبعا هتبقى فيه عندنا مشكلة هنضطر بسيئة بزيادة عدد السكان وزيادة الاستهلاك والاقبال عليه هيؤدي الى ان احنا نضطر نستورد الامح علشان نقدر نوفي حاجة الاستهلاك الداخلي خلاص انتشار بقى مزارع الدواجن وحظائر تسمين الماشية بدأت تعتمد على الزرة كعلف للدجاج والماشية خلاص فبالتالي انتاج الزرة البيضاء مش هيبتدي يغطي حاجة الاستهلاك وطبعا معها زيادة عدد سكان الريف اللي هم بيستهلكوا الزرة البيضاء فمصر اصبحت دولة مستوردة للزرة بعد ما كنا بنقول ان ما فيش اقبال على استهلاك الزرة يبقى كده هيبقى فيه استهلاك من ناحيتين مزارع التسمين بالنسبة للدجاج والماشية واستهلاك الريفين لهذه الزرة طبعا الحكومة في الوقت ده بقى كان عندها النقية ان هي توسع مساحة الزرة البيضاء هنجي نلاقي النوع التاني من الزرة هو الزرة الرفيعة والزرة الرفيعة بيقول عليها غلة صغيرة شروط زراعتها درجة حرارة عالية عشان كده هي بتتزرع في فصل الصيف بس هنلاقيها بتتزرع في الجنوب طب ما في الشمال فيه درجة حرارة عالية في فصل الصيف لكن ليه بقى طب ليه ما بتتزرعش زي الزرة الشمية في الشمال نخلي بالنا بقى من النقطة دي الزرة الشمية او البيضاء بتحتاج الى الرطوبة شرط اساسي هنا الزرة الرفيعة بتحتاج الى الجفاف فعشان كده بتتزرع في الوجه القبلي يبقى درجة حرارة عالية وميل نسبي الى الجفاف طبعا بعكس الزرة البيضاء او الشمية بينسبها معظم انواع الترباط خلاص لو انا جيت اتكلم على الزرة الرفيعة من خلال الخريطة اهي هبص على مفتاح الخريطة معلش اهو الزرة الرفيعة عشر تلاف فدان النقطة الوحدة لو انا بصيت كده في اجزاء الشمالية في الوجه البحري مفيش تكاد تكون منعدمة خلاص ببداية الوجه القبلي اهه هتبتجي ايه يبقى فيه نقطة اهي اهي هتتزايد نسبة زراعة الزرة الرفيعة اهو في الوجه القبلي هتبتجي تزيد طبعا ليه توفر شرط اساسي وهو الجفاف طيب اه يبقى كده بتتركز في مصر العليا اهو الاجزاء دي كلها ويقل انتجها اه ومساحتها كلما اتجهنا من الجنوب الى الشمال مناخ الصعيد طبعا مناسب لها جدا وطبعا المناق ده اللي هو يقصده المناسب ده اللي هو متوفر في ارتفاع درجة الحرارة والجفاف وهما العامل الرئيسي او العاملين الرئيسيين المسئولين عن تركز زراعة الزرة الرفيعة في مصر العليا مساحة الزرة الرفيعة بدأت تتناقص تناقص مطرد ليه لان بدأوا يوسعوا في مساحة الزرة البيضاء على حساب مساحة الزرة الرفيعة تاني مساحة الزرة الرفيعة بدأت تتناقص ليه لان بدأوا يزودوا مساحة الزرة البيضاء يعني يشيروا زراعة الزرة الرفيعة ويزراعوا بدل منها الزرة البيضاء خلاص هنجي نلاقي بعد كده في عندنا محصول تاني وهو الارز الارز محصول صيفي والارز كان من المحاصيل الصغيرة لكن بعد بناء السد العالي وتوفير المياه بكميات كبيرة اللازمة لزراعته فقفز من المحاصيل الصغيرة الى مرتبة المحاصيل الكبيرة الخمسة خلاص ده بعد بناء السد العالي علشان نوفر له المياه اللازمة ليه شروط زراعة الارز عايز درجة حرارة مرتفعة وعايز مياه كثيرة او كميات كثيرة لان هو طبعا يحتاج ان هو يكون غرقان في المياه خلاص تتركز زراعاته في شمال الدلتا انا لسه ايلة الجزئية دي مش عشان التربة هناك مناسبة ده التربة في شمال الدلتا تربة ايه مالحة لا ده احنا عايزين نخسلها ونعيد بناءها فبنزرع الارز علشان هو بيحب يكون غرقان في مياه كثيرة لكن يزرع بنك زي ما انا شايفة هو لاستصلحها وذلك لان تكرار ري الارض وصرفها يعمل على غسل التربة من الاملاح وازابتها واعادة بناءها مرة اخرى مضارب الارز تنتشر في مناطق زراعته مع مضارب الارز بترتبط صناعات اخرى زي البوائي بقى الاشرة والسرس والكلام ده بيستخدموه كعلف للحيوانات وبعض الانواع منه اللي هو الارز المكسور يعني رز المكسر ده بيعملوا منه النشا خلاص والارز ده احد المحاصيل الرئيسية كان في قائمة الصادرات الزراعية لكن الكميات اللي مصر بتصدرها بدأت تتناقص كلنا لازم نقول ايه بقى بسبب زيادة الاستهلاك وذلك بسبب زيادة عدد السكان بسبب زيادة عدد السكان بمعدلات كبيرة وزيادة استهلاك السكان طبعا الجزئية بتاعة زراعة الاسماك انا برضو رسا متكلمة عليها انهما عملوا تجارب لزراعة الاسماك في حقول الارز لان الارض غارقة بالمياه باستمرار اثبتت التجارب ان فدان الارز يمكن ان يساهم بما يتراوح ما بين 80-150 كيلو جرام من الاسماك وطبعا ده هيحسن اقتصاديات زراعة الارز يعني هيبقى العائد كبير منها يبقى الاتنين مع بعض الارز والاسماك وهيحسن اقتصاديات الفلاح يعني هيساعد على رفع مستوى معيشته منطقة الارز في شمال الدلتا المفروض طبعا ان هي بتساهم بكميات كبيرة من انتاج الاسماك لان احنا لسا قيلين ان مرتبط بيها مزارع الاسماك او المزارع السمكين بس طبعا الموضوع ده بيحتاج الى تنظيمات كبيرة يعني ايه بقى نعمل اللي هي الزريعة بتاعت الاسماك بيختاروا انواع جيدة وتكون بتتوالد بكسرة واعداد كثيرة خلاص يبقى عندنا كمان مركز للتجميع طيب لما احنا يبقى احنا هنطلع اسماك بكميات كبيرة يبقى انا لازم اكون محضرة تلاجات علشان تكفل اعداد دي اما اللي هجمعه على بال ما نوصله لمراكز التوزيع او المصانع هيكون فسد يبقى لازم او مهم جدا ان يكون معانا تلاجات كبيرة وتكون مهيئة لاستقبال هذه الاعداد الهائلة خلاص مع التلاجات دي لازم نوفر وسائل للنقل خلاص وطبعا لازم نختار انواع زي ما انا قلت ان هي تدي انتاج عالي ونوفر زريعة الاسماك يبقى احنا كده اتكلمنا على الحبوب قلنا القمح وقلنا الزراء بنوعيها وقلنا القرز معايا طيب حنيجي نتكلم على مجموعة الخامات الزراعية يعني ايه خامة زراعية الخامة الزراعية المقصود بيها ان انا اخذ محصول مزروع خلف المصنع زي محصول القطن محصول القطن ده بيدخل المحلج بعد جمعه من الارض بيدخل المحلج المحلج بيعمل ايه بيفصل الشعر عن البزرة بيفصل الشعر عن البزرة خلاص ده هيروح في اتجاه وده هيروح في اتجاه الشعر هدخله في مصنع للغزل هيحولهولي لخيوط يبقى دي كده ايه تالت مصنع وحنيجي ندخله بعد كده الخيوط ديت هندخلها في مصانع النسيج هتحولها لقماش وندخلها بعد كده في مصنع للملابس الجهزة تطلع علينا ملابس جهزة يبقى الشعر الوحده مرتبط به حوالي 3 اربع سنعات خلاص هنيجي نلاقي بقى ايه البزرة البزرة بتدخل المعاصر اما بتتعصر بتطلع لي الزيوت الزيوت بقى الصالحة للغزاء وفي زيوت بتدخل في بعض الصناعات الكيموية زي الورنيش والبيات والكلام ده خلاص هنيجي نلاقي القشرة بتاعة البزرة اللي اتعصرت بتستخدم كعلف للحيوانات شوفوا بقى حوالي 6-7 صناعات مرتبطة بمحصول واحد اللي هو القطن نفس الكلام عندنا محصول الكتان برضه بيدخل المصانع فعلشان كده بنقول عليه خامة زراعية يبقى مجموعة الخامات الزراعية يعني محصول بيتزرع وتقوم عليه صناعات عندي المحاصيل او الخامات الزراعية لانا بزراحها يعني وبتقوم عليها صناعات زي القطن وعندنا الكتان وقصب السكر وبنجر السكر والقصب والبنجر دول من المحاصيل السكرية وفول الصوية فاحنا هندرس اهم حاجة منهم عندنا القطن بصوا بقى القطن ده بيشبهه زي العمود الفقري للبني آدم كده طبعا لقدر الله لو جراله أي حاجة بتحصل مشاكل سيئة جدا بالنسبة للإنسان فيعد القطن العمود الفقري للاقتصاد المصري يعني هو أساس اقتصادنا وكان الكلام ده لأنه بدأوا يقللوا مساحة القطن طبعا لأن تكلفة إنتاجه أعلى من العائد منه خلاص كان أو يعتبر العمود الفقري للاقتصاد المصري من ثلاث جهات ما الاقتصاد عبارة عن إيه زي المسلس كده ثلاث أضلع مهمين أو زراعة صناعة تجارة فهو العمود الفقري بالنسبة للزراعة لأنه كان يشغل طلت المساحة الأراضي الزراعية خلاص العمود الفقري صناعة لأنه كانت صناعة المنسوجات القطنية من أزهى الصناعات المصرية خلاص بالنسبة للتجارة أنه كان على رأس قائمة الصادرات المصرية يبقى ثلاث نواحي هو كان بيعتبر العمود الفقري فيها بالنسبة للزراعة كان يشغل طلت مساحة الأراضي الزراعية بالنسبة للصناعة تعتبر صناعة المنسوجات القطنية من أزهى الصناعات المصرية أفضل نوع من أنواع القطن بالنسبة للعالم كله هو القطن المصري لأنه ناصع البيض وطويل التيلة ويطلق عليه الذهب الأبيض بالنسبة للتجارة إحنا قلنا على رأس قائمة الصادرات المصرية طبعاً ده عائد بيجيب لنا عائد كان كبير قوي وإحنا كنا لسه برضو متكلمين برضو على محصول نقدي يعني اللعائد بتاعه كويس جداً زي القصب وبيقبلوا عليه في السعيد أو في مصر العليا لزراعة القصب طيب يرجع النقص في مساحة القطن زي ما أنا لسه قيلة إلى ارتفاع تكلفة إنتاجه وضقالة العائد منه يعني هكلفه مية واخد من بيعه خمسين يبقى كده ده يتزرع بخسارة علينا شروط زراعته يكون درجة الحرارة حالية يعني هو محصول صيفي والجو يكون خالي من الصقيع مهم جداً بالنسبة له الرطوبة الرطوبة مرتبط بيها نوع التيلة زي ما خدناه قبل كده كعنصر من عناصر المناخ قلنا إن مرتبط بيها العنصر الرطوبة التخصص في زراعة القطن قلنا جنوب ووسط الدلتة عندنا وسط الدلتة للأقطان طويلة التيلة الجنوب للأقطان متوسطة التيلة كلما اتجهنا إلى الجنوب هنلاقي للأقطان قصيرة التيلة وده طبعاً تبقى لدرجة الرطوبة يبقى بيحتاج إلى جو خالي من الصقيع وطبعاً لأن الصقيع بيدره ومن حسن الحظ إن هو بيزرع في فصل الصيف وإحنا كنا قلنا برضو إحنا بندرس عناصر المناخ إن الصقيع ده من أخطر العناصر الضرة بالزراعة في مصر ومن حسن حظنا إن مصر خارج نطاق الصقيع القطن بيحتاج إلى كمية كبيرة من المياه ومهم بالنسبة له التربة السوداء طبعاً طربة مصر التربة السوداء بتكون تربة مناسبة ليه ومهم جداً إن إحنا طبعاً القطن كمحصول مجهد للتربة إحنا لسه قايلين إن بنزرع برسيم التحريش وورا منه على طول بيكون زراعة القطن لأن برسيم التحريش ده بيزود الأرض بعنصر الأزوت والقطن وورا منه على طول محصول مجهد للتربة يعني محتاج لهذا العنصر خلاص كده وعلشان كده كنا بنقول إن برسيم التحريش تتساوى مساحته مع زراع مساحة القطن بيحتاج للأسمدة الطبيعية والأسمدة الكيموية علشان هو محصول مجهد للتربة القطن من المحاصيل اللي بتحتاج لأيدي عاملة كثيرة طبعاً لمقاومة الآفات ولجني المحصول لأنه هو بيحتاج لأعداد كبيرة ويعتبر من أهم المحاصيل التي تساعد على زيادة عدد السكان يعني إيه كلام ده ده حتى الأطفال والشباب اللي هم في المدارس ساعة موسم جني القطن كانوا بيتدوم أجازة علشان كلهم بيخرجوا للمساعدة في جني ومقاومة الأفات التي تصيب القطن خلاص على الأساس إنه هو محصول مهم جداً خلاص نفس الكلام بالنسبة للأرز والقصب من المحاصيل التي تساعد على زيادة الأيدي العاملة ممكن يجينا سؤال في الامتحان يقول لي من المحاصيل التي تساعد على زيادة الأيدي الأعملة في مصر هقول له أو هي بتحتاج أيدي عاملة كثيرة اللي هو القطن الأرز القصب تمام طيب وزيادة عدد السكان وخاصة في الريف لو جينا نبص على توزيع القطن هنلاقي موجود أهو أهو برضو نفس الكلام النقطة الصودع عشر تلافة دم من القطن هبص ألاقي إن الوجه البحري كتير قوي طبعاً الأكتر النقطة كتير قوي 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 أهو في جنوب ووسط الدلتة ده مع الرطوبة خلاص هبتتبتدي بقى مساحته تقل وتنعدم في جنوب مصر أهو مفيش نقط صودع خالص هنا ليه بقى؟ لإن هنا فيه ارتفاع في نسبة الجفاف هو مش عايز جفاف هو عايز رطوبة عايز رطوبة طيب هنيجي نلاقي اهو تتركز زراعته فيه الوجه البحري عندي الأطراف الشرقية للبحيرة هذه الأطراف الشرقية لمحافظة البحيرة والأطراف الغربية لمحافظة الشرقية وعندنا الأطراف الجنوبية لمحافظة كفر الشيخ دي كلها موجود فيها مزارع القطن مزارع للقطن كما يوجد فيه محافظة الدقاهلية والغربية خلاص برضو فيه عندنا الأسيوت والمينيا وبنسويف وسوهاج بالنسبة للأطراف الشمالية في الدلتة هلاقي زراعته قليلة جدا لملوحة التربة عندنا الأطراف الشرقية والغربية للدلتة هلاقيها برضو فيها بس بنسبة قليلة جدا هانه قضي قليلة قالص كده ليه بقى؟ لأن التربة رملية ثابت عندنا يا جماعة معلومة ثابتة عندنا أول ما يقول لي أي محصول يقل في الأطراف الشمالية وأنا مغمد كده أو أنا مغمد أقول له لأن التربة مالح أو لملوحة التربة تقل زراعة محصول كذا في الأطراف الشرقية والغربية للدلتة هقوله لان التربة رملية لان التربة رملية طيب حيقل في قنى واسوان طبيعي عشان هما في قنى واسوان بيحاولوا ان هما يركزوا على القصب واحنا قلنا القصب بيستمر فترة طويلة في الارض فما فيش فرصة لزراعة محصول تاني والقصب محصول نقدي وكمان ماينفعش ازراع قطن لان بيسود هنا الجفاف والقطن طبعا بيحتاج لنسبة رطوبة لانها بتأثر او مرتبط بيها طول التيلة كلما زادت نسبة الرطوبة كلما زاد طول تيلة القطن وطبعا بتقل مع قلة نسبة الرطوبة حنيجي للاقي ان القطن بيقل حول القاهرة الكبرى لافضلية زراعة الخضر والفاكهة طبعا عليها استهلاك كتير ويومي والعائد كمان اعلى واكبر في محافظة القاليوبية طبعا بقوة القانون بتقل زراعة القطن علشان نوفر الارض لزراعة الخضر والفاكهة ده حاجة يعني زي ما بقولو ايه جبرية او مفروضة عليهم خلاص كده لزراعة الخضر والفاكهة طبعا شهرة مصر تأتي من شهرتها بالقطن طويل التيلة وناصع البيضة مفيش في جودته في العالم كله مصر بتستهلك نسبة كبيرة جدا من خام القطن طبعا في الصناعة احنا لسه قايلين هو من الخامات الزراعية طبعا صناعة الغزول يعني نصدره غزل او نصدره نسيج او ماشي يعني او يصدر خام معي وطبعا لسه برضو قايلين ان صناعة القطن من ازهى الصناعات المصرية وخامة مصر بتمتلكها بكميات كبيرة لكن انتجنا بالنسبة للقطن الخام ما بقاش يكفي حاجة الاستهلاك الداخلي مصر كانت بتصدر القطن لبلاد كتيرة وكانت ماشية على سياسة عدم استيراد القطن معي ليه بقى لانه كان يفيد عن حاجة الاستهلاك الداخلي وكانت خايفة لاحسن يختلط بالنوعية الكويسة بتاعتنا وطبعا يؤثر على انتاج القطن خايفين لاحسن يؤثر على بزور القطن الجيدة او اللي هي الممتازة طبعا دي البزور دي رديقة وعمرها ما هتكون زي البزور بتاعة القطن المصري الا انها كانت بتستخدم القطن اللي هو يعتبر رضيء بعض الشيء لصناعة طبعا كانت بتستورد من الولايات المتحدة الامريكية لعمل المنسوجات الشعبية التي تواجه استهلاك الطبقات الفقيرة في مصر وطبعا احنا بنقول ايه؟ بنقول ان الناس دي مش بتقدر تشتري القطن لان طبعا المنسوجات القطنية غالية جدا لان هي من اجود انواع القطن في العالم اتمنى من الله عز وجل ان انا اكون ادرتي يعني اوفي الجزئية دي بالنسبة للمحاصيل الزراعية طبعا فيه محاصيل السكرية ان شاء الله هنتكلم عليها المرة القادمة باذن الله وفي الحلقة القادمة وهنتكلم برضو على المشاكل بالنسبة للزراعة المصرية واهدفها شكرا ليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته